اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج حوار اليوم طلبت السلطة الفلسطينية رسميا من مجلس الامن الدولي تجديد النظر في طلب قدمته عام 2011 لتصبح كاملة العضوية في الامم المتحدة ما يطرح تساؤلات عما اذا كان يمكن لفلسطين ان تنال العضوية الكاملة فيها فيما قال المبعوث الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور ان الهدف هو ان يتخذ المجلس قرار في اجتماع الثامن عشر من ابريل الجاري بشأن الشرق الاوسط ويحتاج الطلب اللي قدمته فلسطين الى اغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة ولا يمكن لأي دولة ان تنضم الى الامم المتحدة الا بموافقة مجلس الامن وجمعية العامة وعدم استخدام من لهم حق الفيتو التصويت ضد القرار حول الاوضاع في فلسطين وتدعيات الحرب الاسرائيلية على غزة بيشرفنا في حلقة النهاردة الاستاذ حسام سعداوي نائب رئيس تحرير مجلة روزة ليوسف اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وكل سنة وحضرتك كل سنة وحضرتك هستأذن حضرتك نتابع هذا التقرير ومن بعده نبدأ الحوار رغم تأييد ثلثي اعضاء اللجنة المعنية بقبول اعضاء جدد بالمجلس اعلنت رئاسة مجلس الامن الدولي عدم التوصل الى توافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب في سبتمبر 2011 انضمام دولة فلسطين الى الامم المتحدة لكن ذلك لم يثمر الا عن نيل وضع دولة مرقبة غير عضو في نوفمبر 2012 ونتيجة الحرب الاسرائيلية الغاشمة على غزة اعادت فلسطين تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة الى مجلس الامن الذي بدأ عملية المراجعة وفي الابتماع المغلق الثاني لللجنة المعنية بقبول اعضاء جدد قالت سفيرة ملتا التي ترأس مجلس الامن هذا الشهر انه لم يكن هناك توافق في الاراء رغم ان ثلثي اعضاء المجلس تؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين دون ان تسميهم لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات الا بتوافق الاراء ورغم ذلك فان هذا لا يعني توقف المبادرة الفلسطينية اذ يمكن لأي دولة عضو في المجلس ان تطرح للتصويت قرارا مشان مبادرة الانضمام هذا ووفقا لمصادر دبلوماسية يمكن اجراء تصويت في الثامن عشر من ابريل الجاري وذلك بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس اهلا بكم من جديد معي في الستوديو الاستاذ حسام السعداوي الكاتب الصحفي ونائب رئيس حرير روزا اليوسف يعني مش هينفع نبدأ حوارنا دونما يعني استعراض ما يحدث الان والتراشق ما بين ايران والكيان الصهيوني وتأثير دا ايه على طلب فلسطيني انضمام للامم المتحدة اهلا وسهلا بحضرتك هو الحقيقة احنا طبعنا على مدار الساعات الاخيرة تطورات كتير جدا شهادتها او على هامش القضية الفلسطينية لكن هي بالاساس لا تخص القضية الفلسطينية المناوشات اللي حصلت ما بين ايران وما بين اسرائيل هي تخص ايران وتخص اسرائيل لا تخص القضية الفلسطينية وان بدل البعض انه ايران تدافع عن القضية الفلسطينية وهناك اشترات من ايران يعني ايقاف الضرب في غزة هذا المعلن لكن الحقيقة والسبب الواضح والمباشر للعملية او الصواريخ اللي اطلقتها ايران تجاه اسرائيل هو الاعتداء اللي حصل على الكنسولية الايرانية في دمشق النتيجة النهائية انه هناك اشتباك ما بين ايران وما بين اسرائيل يتم التلويح او استخدام قضية الفلسطينية باعتبار ان ايران تدافع عن القضية الفلسطينية لكن الحقيقة خلاف هذا الحقيقة انه ايران تحاول ان تحافظ على ما يتبقى من هيبتها ماء وجهها ماء وجهها امام الشأن الداخلي بالاساس والرأي العام العالمي اذا ده لا تأثير له على طلب فلسطين من انضمام للامم المتحدة الحقيقة انه لا شأن لهذا بذلك القضية الفلسطينية يؤسفني ان انا اقول انها عشان نوصل لحل نهائي لها او شكل تسوية عادلة شاملة لها لن يكون هذا في ظل موازين القوى الحالي اللي بيحكم العالم عندنا للأسف الطلب الفلسطيني باعتماد عضوية فلسطين قوبل او خلينا ناخدها واحدة واحدة كده وضع فلسطين الان ايه في الامم المتحدة فلسطين الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان تقدم في سبتمبر 2011 بطلب للعضوية الكاملة في الامم المتحدة وده كانت الحقيقة كانت خطوة جريئة في وقتها طبعا الامم المتحدة عندها اجراءات لقرار مثل هذا الامر فلان الامر عرض على الامم على الهيئة العامة فالهيئة العامة فيها اغلبية كتير مؤيدة للقضية الفلسطينية وده اللي حصل اللي انعكس في عملية التصويت فلقينا 138 دولة بيؤيدوا لصالح القرار او بيصالح القرار الاجراءات ايه يعني خلينا اخدها واحدة واحدة كده حتى يتفنى للمشاهد فهم ما يجري طيب هو اللي بيحصل انه لما بيعرض امر على مثل هذا الامر من هذا النوع يعني على الامم المتحدة بيكون في عندنا الهيئة العامة وده بتبقى مكونة من 193 دولة الاعضاء في الامم المتحدة وبتحصل على الدولة على موافقة مبدئية على ان يعرض الامر على مجلس الامن وفي لجنة خاصة بقرار العضويات الجديدة دي تبع لمجلس الامن طبعا امام الجمعية العامة كان لابد انه القضية تاخد مصار ايجابي لانه هناك اغلبية مؤيدة للقضية الفلسطينية وده اللي انعكس في التصويت زي مؤون 138 دولة وفقوا على عضوية فلسطين لكن تظل الحجر العصر الأكبر في الموضوع هو موافقة الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة الامريكية طرى بوضوح ان حصول فلسطين على دولة لا يجب ان يكون عبر الامم المتحدة ولكن عبر التوافق مع اسرائيل وبالتالي هناك للدول حق استخدام الفيتو في طبعا خمس دول لهم حق استخدام الفيتو للفيتو وهنا طبعا الولايات المتحدة اعلنت بوضوح انها لا ترى ان القضية الفلسطينية او الحصول على دولة يجب ان يمر من عبر اروقة الامم المتحدة ده هو اللي بيرجعنا للنقطة اللي كنت بقوله حضرتك انه عشان القضية الفلسطينية تصل لحل نهائي او عادل او شامل لابد انه موازين القوة في العالم تختلف عن الوضع الراهن لانه ببساطة شديدة الولايات المتحدة لن تسمح وهي لوحت بوقف التمويل الخاص بها في المنظمة الدولية للعالم المتحدة اذا ما تم احراجها او وضعها في مواجهة قرار من مثل هذا النوع فبالتالي هي مساعي حميدة لكن الحياة لن لا يتوقع طبعا عندنا اجتماع في ابريل الجاري يوم 18 ممثلة رئيسة المجلس الامن قالت انه لم يحدث توافق ولم تسمي الاعضاء الاعضاء في حين انه الاعضاء الامر معروف وواضح امريكا موقفها مؤلن ان احنا مش هنوافق على حل او منح فلسطيني دولة الا عبر الجلوس والتفاوض مع الاسرائيل الحقيقة كمان النقطة التانية اللي انا حاببت تكلم فيها انه القضية الفلسطينية حلها محتاج شجاعة كبيرة لا تتوفر لدى الطرف الاسرائيل ولا تتوفر لدى بمعنى ايه؟ بمعنى انه حل القضية يتطلب شجاعة وكرارات انتخار نتنياهو سياسيا ده احنا بنتكلم في حل القضية احنا عندنا اكتر من جزء الجزء الاولاني متعلق بالحرب او الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة فده جزء وحل القضية برمتها ده جزء اخر الحياة كان فيه مسعى مصري وعربي وكان الحياة مسعى جريء من وجهة نظري انه محاولة استخدام ما يحدث في قطاع غزة لا القفز خطوة الامام ناحية حل القضية الفلسطينية ككل وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي لكن طبعا زي ما قلت لحضرتك ما فيش قيادة اسرائيلية يوصق بيها انها تقول انا معلش هقف عند هذه النقطة حاج بتقول ان الصراع القائم حاليا كان بامكانه تحقيق قفزة للصالحة القضية ده لم يتحقق انا شايف ان هو تحقق بالفعل احنا شايفين العقل الجمعي الشعبي تغير هناك بعض الدول غيرت من موقفها ايضا هناك دول داعمة صراحة يعني هو مع حضرتك تماما في اللي قلتي هو حققنا بالفعل القضية الفلسطينية تكاد تكون حققة مكاسب فيما يتعلق بالرأي العام العالمي من خلال الازمة الاخيرة لكن الطموح العربي والطموح المصري عندما تم تقديم هذا الطرح كان اكبر من مجرد الحصول على مكاسب صغيرة كان ولازالت هناك رغبة مصرية في وضع حد نهائي وشامل للقضية الفلسطينية مستغلة الحشد والرأي العام العالمي لكن الحقيقة ان موظم القوة اتصور انها لن تسمح بهذا على الاقل في المدى المنظور القريب ليه؟ ببساطة لانه احنا حبينا او الاراضة المصرية حبت انها تنهي الموضوع لكن هناك اطراف دولية اكبر وهناك اطراف دولية لا يجب ان تتدخل ولن ينتهي الامر بدون تدخلها وانا هنا لا اتحدث عن تدخل عسكري ولكن اتدخل عن موازين وارادة دولية عندما تكون هناك ارادة دولية على الحل هذا او لحسم هذا الملف سيتم حسب اما بالوضع الراهن طب التغيرات التي حدثت بحسب كلام حضرتك دي لم تنعكس على داخل اروقة الامم المتحدة وقبول او ترقية وضع فلسطين من مراقب لي النتيجة النهائية زي ما قلت لحضرتك ما اتوقعش انها يتم التوافق لانه طبعا اللجنة المعنية بالعضويات بتاخد قرارها بالاجماعة او بتوافق الاعضاء ففي ظل رغبة امريكية او موقف امريكي معلن بان احنا لن نقبل بان يتم حل القضية عبر الامم وتحدى ولكن عبر الجلوس وتفاوض مع اسرائيل فبالتالي الطريق يكاد يكون مسدودا ولا اتوقع منه امل كبير النقطة اللي كنت بقولها لحضرتك انه عشان يتم حسم موضوع الدولة او الحصول الفلسطيني على دولة مش هيبقى من خلال الامم المتحدة ولكن هي خطوة حميدة يعني ما لا يؤخذ كله لا يطرق كله القضية الفلسطينية خلال الصراع الاخير ده حققت مكاسب كثيرة يعني مثلا كان قبل كده بينظر او لما كان بيطرح قضية التفاوض مع الفلسطينيين فكانت دايما المبرر او الحجة الامريكية انه لا يوجد طرف فلسطيني موثوق به للتفاوض معه بشأن القضية الفلسطينية الان ما يطرحه او ما يقال فيه اروقة الدبلوماسية العالمية انه الشريك الاسرائيلي او الطرف الاسرائيلي اللي هو نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو طرف غير موثوق به للتفاوض لانه ببساطة شديدة الرئيس الوزراء الفلسطيني يعلم ان انهاء الصراع الفلسطيني او الصراع الدائر في غزة الان دون القضاء على حماس كهدف معلن هو بدر باعلانه يعني نهايته السياسية طب على الجانب الاخر فرنسا تقدمت بطلب للتحقيق في جرائم الحرب اللي ارتكابتها ارتكابها الكيان السهيوني قرار مجلس الامن الدولي اتنين رقم 2728 جرائم الابادة الجماعية كل ده يعني الا يصب في صالح فلسطين وضمها للامم المتحدة هو بالتأكيد كل دي مكاسب حققتها القضية الفلسطينية وزي ما قلت لحضرتك مش بس انها فرنسا المطلب ده ولكن هي كمان يعني عبرت او طلبت بوقف المساعدات لاسرائيل نتيجة العمليات الاعتداء على المدنيين ووقف او منع المساعدات ومنع وصول المساعدات الانسانية اليوم طبعا ده تطور كبير وعلى المستوى السياسي وكمان رفقه تطور اخر على المستوى الشعبي باننا نشوف مظاهرات يكاد تكون للمرة الاولى مؤيدة للحقوق الفلسطينيين ومدافعة عن المدنيين وشكيل العقل الجمعي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية يعني جيل كامل كسبته القضية الفلسطينية كان مغيب بالضبط ولكن حتى يتحول هذا الرأي العام الى موقف حكومي او مواقف حكومية داعمة محتاجين وقت اكبر كي نحصل على هذا التطور طيب عايزة ارجع للسؤال الذي بدأنا به حضرتك قلت ان تأثير ما يحدث الان هي هو صراع ايراني اسرائيلي في تغير شكل السياسة ان هناك بعض الدول الغربية كانت بدأت تنفض ايديها من اسرائيل وبدأت تتخذ الجانب يعني وجهة النظر الفلسطينية ما يحدث الان ما جدتش المبررات لاسرائيل من جديد وشفنا مؤخرا بايدن يعني اعاد الود والعلاقات مع نتنياهو بسبب النزاع الاخير الايراني الاسرائيلي طيب هو مبدئيا اللي حاصل فيه ما بين نتنياهو وبيدن له اسباب اخرى انتخابية ودوافع اخرى انتخابية قد نتحدث عنها لاحقا لكن الحقيقة انا شايف انه الطرف الاسرائيلي لو جينا ننظر او نقيم موقفه من 7 اكتوبر اللي فات وحتى الان سنجد انه مني بخسائر حتى لو لم تكن كبيرة ولكن هي وخسرت تعاطف لكن الان بعد ما يحدث مع ايران وايران ووصلها للعمق يعني هذا بالضبط بالضبط بصي هو هاولي حضرك على حاجة قدك مبرر من جديد لاسرائيل والغرب لدعم اسرائيل هو الدعم الغرب لاسرائيل مستمر ولم ينقطع يوما لكن ما خسرته اسرائيل انه الاساطير اللي طول الوقت رواجتها اسرائيل للعالم وللرأي العام العالمي ولمصر والمنطقة كلها انه ان انا عندي سيطرة وعندي تفوق على جميع محيط لكن لاول مرة في تاريخها يتم قصف اسرائيل داخل اراضيها بعد ما كانت هي اللي بتشن حملتها تجاه كل اكتر من دول اكتر من دول من دول من دول المنطقة في في تاريخ سابق لكن الان دي المرة الاولى اللي بيتم قصف اسرائيل حتى لو لم تكن لو لم تكن ذات جدوى وهجمات كارتونية ولكن دي المرة الاولى بنشهد انه بيتم توجيه ضربة لاسرائيل داخل حدودها دي المرة التانية كانت يوم سبعة اكتوبر لما المدن اللي هي بتسمى بغلاف غزة تم تم مهاجمتها من قبل حركة المقاومة الفلسطينية فهنا سقطت اسطورة اخرى وهي اسطورة الامن الاسرائيلي طول الوقت كانت اسرائيل قائمة على او بتروج لاستقدام العناصر اليهودية من الغرب ومن كاف الدول العالم ما حدث ليلة امس الاستخبارات اعلنته امريكا اعلنته المسيرات منذ اطلاقها كانت تتاخذ من سبعة لتسعة ساعات حتى برمس سقطها في عمق اسرائيل واكتيحها القبة هو الحقيقة ان ما حدث يعني مصرحية هزلية لانه هل تأثير بقى على القضية الفلسطينية وانضمام فلسطين للامم المتحدة لتأثير سلبي هو احنا نتمنى ان يكون له تأثير ايجابي على صالح القضية الفلسطينية ولكن الحقيقة لا ينبغي ان احنا نبالغ في الافراط او نفرط في التفاؤل بشأن القضية دي لانه احنا لما نجي نبص على اللي حصل هنلاقي ان ما فيش حدود مشتركة ما بين ايران وما بين اسرائيل للحديث عن حرب او مشابه او نزاع حتى عسكري المسافة ما بين الحدود الايرانية والداخل الاسرائيلي يعني بتتراوح ما بين 1500 كيلومتر لحد 2002 كيلومتر طبعا المسافة عشان يقطعها صاروخ او طائرة مسيرة مسافة كبيرة جدا استغرقت وقت طويل جدا الملمح الكوميدي فيه الامر انه بمجرد اطلاق الصواريخ والمسيرات تم اعلان اطلاقها ففقدت بسبب المسافة فقدت عنصر المبغط وكأن انا قبل ما بضربك اولا انا رحت استأزنت امريكا وسانيا انا قلتلك ده انا ضربتك اللي هو الحق خد وكان بقولك خد سياترك فكانت النتيجة الطبيعية انه رغم هذا العدد الكبير جدا من الطائرات والمسائرات والصواريخ الا انه لم تصفر عن اصابة سواء فتاة واحدة ودعت ايران انها انها حققت بالظبط انها حققت اهدافها في حين انه بس دي مرة الاولى الايران تعلن صراحة ضرب اسرائيل لانه دائما كانت تستخدم اذراعها في سواء بقى في اليمن في سوريا في العراق يعني لبنان الحقيقة انه انا وجهة نظري انه ايران بطل من وراء ايران طول الوقت تستخدم كفزاعة للمنطقة العربية والمنطقة باسرها في حين انه قدرتها الحقيقية اقل من هذا بكثير وبتظهر دايما عند تعرض ايران لازمات يعني احنا لو رجعنا بالتاريخ لعشرين اتنين وعشرين عشرين عند مقتل قائد الحرس الصوري الايراني قاسم سلماني هللاقي ان رد الفعل الايراني على ما حدث يعني يكاد لا يذكر اصلا عدة صواريخ اطلقت في اتجاه العراق ولم تسفر عن اي شيء واصلا اعلن عنها يعني اعلن عنها مسبقا برضو ولم تسفر عن اي شيء ودائما صراع افيال على اراضي على اراضي هم اراضي عربية بالضبط النقطة التفوق بالنسبة الاستراتيجية بالنسبة لايران طوال تاريخها هي انها تخوت حروب خارج اراضيها عندما تنتقل لو انتقلت الحرب الى اراضيها فانها لا تستغرق وقتا طويلا لانه وكانها الخوف على اغلاق مديق هورمز هل هو قائم هل يعني يعني هو طبعا احنا عندنا اتفاع اصعار البترول من جديد هو ما يحدث بالضبط هو التخوف وانه المشكلة الاكبر بالنسبة لمصر وبالنسبة للمنطقة انه حالة الشرق الاوسط يعني وكاننا نعيش فيه على برميل برود الاسف الحالة عندنا طول الوقت فيه مشاكل وفيه حالة عدم استقرار ده يعوق عمليات التنمية يعوق عمليات الوضع الانساني المفجع في مش بس قطاع غزة لكن في الدول العربية المكلومة كافة واسواقها طبعا قطاع غزة بالضبط احنا عندنا كل المنطقة بلا استثناء تعاني ويكاد يكون هذا هو الهدف الاساسي من وجود دولة اسرائيل انه المعاناة والصراع المستمر حالة الصراع او تعرقل طول الوقت اي محاولات للتنمية سواء في مصر او في دول المنطقة لانه ما يحدث على حدودك بالطبيعي سيكون له تدعيات كثيرة اقتصادية نتوقع ايه في جلسة 18 الجاري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وايضا تمرير طلبها بانضمامها الامم المتحدة اخشى ان ابدو متشائما ولكن الحقيقة يعني انا اخشى من الافراط في التفاؤل في مثل هذا الامر لانه خاصة في ظل الصراع يعني مش هينفع انه يكون فيه صراع مستمر على الارض ويحصل انتصار دبلوماسي هيترفض ولا هيتم تعليق الطلب في الحالتين مش يعني النتيجة واحدة يعني لن وده ما بتكلم عنه ان احنا ما ينبغيش ان احنا نفرض في التفاؤل لانه النتيجة النهائية انه هيبقى الوضع على ما هو عليه سواء تم ارجاء الوقت لاحق او تم رفض الطلب بشكل مباشر طيب سؤال يمكن كنا بنسأله كتير على مدار عقود التغيرات الجيوسياسية الحالية هل يمكنها ان تؤثر على كيان الامم المتحدة ويتغير شكله يتغير مجلس الامن يتغير احنا شايفين دلوقتي العالم كله يتغير يعني رجعنا تاني القوتان يعني رجعنا تاني المعسكر صيني روسي ومعسكر غربي هو الحقيقة انه انه قبل ما بنروح للشكل الدبلوماسي او للتنظيمات السياسية اللي بتقول العالم لابد ان ده بيصبكوا الاول تغير على الموازين الكوة على الارض احنا اللي حاصل ان احنا عندنا تغيرات في الترتيب او وضع الاقتصادي للصين وتقدمها على مستوى او ترتيب الاقتصاديات العالمية لانها بتحاول او بتنازع او بتزاحم امريكا على قيادة العالم اقتصاديا طبعا ده هيكون له تدعياته على قضايا وملفات كتير جدا بداية من قضية ضم طيوان لحد القضية مناصرة روسيا في اوكرانيا وخلافه وعكاس القضايا دي كلها تغيرها على ارض الواقع بيعقبه او هيعقبه تمثيل ده دبلوماسيا يعني لما نبص على نشأة الامم المتحدة كانت هي انعكاس بقا معلش بقا انا عايزة اتوقف عند ده عشان هنتابع تقرير انفوغراف ونرجع لاستكمال هذه النقطة وايعادة هيكلة الامم المتحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد معي في الستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ حسام سعداوي نائب رئيس تحرير روزا اليوسف وكنا نتحدث قبل الفاصل عند التغيرات اللي من الضروري ان تلحق بمنظومة الامم المتحدة ازاي انتهت عصبة الامم وبقت امم المتحدة الظروف يعني ليست مواتية الان لحدوث نفس الشيء ونخرج من عبائة الامم المتحدة وفيتو مجلس الامم طيب هو زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل المنظمات او الاشكال التنظيمية اللي بتقود العالم او بتحكم العالم هي انعكاس لموازين القوة على الارض لانه لما نيجي نبص على التشكيل الامم المتحدة او من قبلها عصبة الامم هي كانت انعكاس لموازين القوة بعد خروج العالم من حربين عالميتين الاولى والتانية وخروج امريكا منتصرة من الحرب العالمية التانية فهي كانت الاملاق اللي بيقود العالم منفردا على مدار عدة عقوب الحقيقة انه الامر ده ما كانش يعني ينفع ان هو يستمر الى الابد ولا بد من انه موازين القوة بتختلف اللي بيختلف زي ما كنا بنتكلم فيه انه هناك قوة اخرى ليست الصين وحدها ولكن هناك عدة قوة ليست بحجم الصين ولكن لها وزن ولها تأثير في قرات العالم المختلفة ده اللي بيخلينا نتكلم عن انه العالم يذهب تدريجيا نحو عالم متعدد الاقطاب ليس بالضرورة ان تنتهي الامم المتحدة ولكن صيغتها الحالية او صيغة الانفراد بالقرار العالمي الان تكاد تكون وده المطالبات اللي بتتم حاليا تمثيل افريقيا في مجلس الامن ومش مجرد عضوية اللي هي يعني تمثيل يعني عدد من الدول دخول ممثل عن كل كل قارة في مجلس الامن استخدام حق الفيتو يعني هل يمكن تعديل ده او ممكن الضغوط الحالية تنشز تعديل ده الامم المتحدة او مساكل الامم المتحدة ولكن احنا عندنا كمان منظمات بدأت زي البريكس وزي غيرها وغيرها منظمات بدأت تضم تشكيلات من دول العالم ذات اوزان اقتصادية وسياسية مختلفة ده اللي بيخلي انه في اكثر او شكل عالمي اكثر مرونة واكثر تنوع يعني لما بيكون عندنا مجموعات من الدول وهات ليست على طول الخط مع الادارة الامريكية ده بيقول لنا شكل التوقع او بيخلينا نقدر نشوف التوقع لشكل العالم مستقبلا هيبقى عامل ازاي اثر انسحاب بعض الدول من الامم المتحدة على شكل ايه هيحصل ايه يعني في زل وجود تكتلات اخرى هو الاهم ليس انسحاب او بقاء الدول ولكن الاهم من وجهة نظري هو الية اتخاذ القرار الهيمنة الامريكية على الامم المتحدة تفقدها معناها فاذا كنا بنتكلم عن الاشكال القديمة كلها سواء الامم المتحدة او مجلس الامن او حتى حلف الناتو احنا عندنا موجة اعتراضات داخلية او نسميها رغبة في التصحيح حتى من داخل المنظمات نفسها بتقود جميعها في انه الهياكل او الاشكال التنظيمية القديمة لم تقعد مناسبة للوضع الراهي وانا الحقيقة منشغل اكتر بما يجري على الارض يعني اكتر من اهتمامي بالكيان ككيان شكل انا مهتم اكتر بالتغيرات التي تجري على الارض واثر حتى المنظمات التابعة يعني الانروا وابطلوها اليونساف يعني حتى الهيئات المرتبطة بالامم المتحدة تفقد يعني يعني معناها او قدرتها الاهم من التنظيم برضو هكرر مرة تانية الاهم من التنظيم هو الوضع على الارض يعني لما نيجي نبص على التدخل او شكل العلاقة ما بين الولايات المتحدة في السابق مثلا اليكم في التسعينات او في بداية الالفنات وبالمنطقة العربية لما نيجي نقارن شكل علاقتها بالمنطقة العربية في فترات سابقة بالوضع للراهن وهنلاقي ان فيه فرق كبير جدا في العلاقة الديناميكية ما بين الطرفين هنلاقي انه حجم الضغوط التي كانت متاحة لدى الادارة الامريكية الادارات الامريكية السابقة وفرضها وهيمنتها على القرار مش بس في المنطقة العربية ولكن فيه مختلف بقاء العالم هنلاقي انه الموقف الامريكي مما يحدث في افريقيا هنلاقي انه كمان التراجع النفوذ الغربي سواء فرنسا او انجلترا في افريقيا اللي صالح قطب اخر يحتل مكان بهدوء وبراوية شديدة اللي هو القطب الروسي هنلاقي انه دي موازين كوة بتتغير على الارض فطبيعي انه ان اجلا او عجلا هيحدث تمثيل لهذا الوضع الجديد على الارض في الشكل سواء باقية الانتحدة او اعيد او اعيد النظر في قوانينها و قليات القرار داخلها هنا نحن نتحدث عن عضويات جديدة في مجلس الامن او تمثيل مختلف للموازين القوة الموازين القوة التي افرزت هذا الشكل اختلفت على الارض فبالتالي لابد ان الامر سيختلف مستقبلا ولن يكون مستقبل بعيد ان شاء الله على الجانب الاخر حضرتك ذكرت التكتلات المقابلة مش هنقول الامم المتحدة لكن للتكتل الغربي قوة هذه التجمعات سواء بريكس اقتصاديا او غيرها تأثرها ايه على القضية وعلى ما يحدث داخل الامم المتحدة اللي هي الهم الاول اللي بتمنع دخول فلسطين او عضوية كاميرا لفلسطين قطعا تأثيرها ايجابي لانه طوال فترة تاريخية طويلة سابقة لم نكن نسمع اي تدخل او ذكر للقضية الفلسطينية على لسان المتحدثين او الدبلوماسيين الصينيين تحديدا والروس لكن لما نبص على ورود القضية الفلسطينية مؤخرا على ضمن التصريحات الصينية والروسية هنلاقي انها بدأت تظهر وان كانت من طرف خفي لكن بدأت تظهر وبدأ يبقى فيه حديث عن القضية الفلسطينية ودعم لحقوق الفلسطينيين او على الاقل انهاء بشكل عادل لاصراع الفلسطيني الاسرائي لن نستعجل الامور ولكن تصوري ان الامر في سبيله مع تغير الموازين الكوة في سبيله لان القضية الفلسطينية لما بنبص على فلسطين عبر تاريخها هنلاقي ان هي كانت البوابة اللي بتيجي من خلالها الهجمات للمنطقة العربية وهي مرآة صديقة لحلل المنطقة العربية فلا يمكن ان تكون هناك تانمية في المنطقة العربية بدون حل شامل وعادل وده مش يعني مش شعرات بتتقال او مش كلام كليشيه بيتقال على السنة الدبلوماسيين ولكن هو فعلا القضية المنطقة العربية لن تحدث فيها تنمية ولا يحدث رخاء الا بحل بحل نهائي تأثير تأثير مباشا لا تحدثني عن استثمار اجنبي ولا تحدثني عن سياحة ولا تحدثني عن حتى مشروعات او تنمية او خلافه سواء في مصر او في المنطقة العربية برمتها فبالتالي عندما اكون ارغب في تنمية لابد ان يصبك استقرار طيب اتساع دائرة الصراع يعني احنا حضرتك ذكرت ان واتفق مع حضرتك قلبا وقلبا على ان ما حدث بالامس ليلة امس كان يعني تمثيلية هزلية لصالح مين اتساع دائرة الصراع في المنطقة خاصة ان هذا السيناريو متفق عليه امريكا اسرائيل ايران ده الحقيقة هيرجعنا ل السبب الاساسي او دافع الاساسي من وجهة نظري في صالح روسيا ولا الحرب الاوكرانية في قيام دولة اسرائيل الحقيقة ان اعلان قيام دولة اسرائيل او من لو رجعنا بالتاريخ لما اصبك من ذلك هنلاقي ان المبرر او الدافع لوجود اسرائيل في هذه البقعة من العالم من وجهة نظري انه وليست وجهة نظري انا للشخصية فقط ولكن هناك كثير من المحللين يقولون هذا ان الهدف من وجود اسرائيل في هذه البقعة هي عرقلتها وعاقتها عن التنمية هتدخل حرب رفخ هتكتخ رفخ رغم التحضيرات ولا الحقيقة انا موجهة نظري ان نتنياهو يشبه طفل صعدة الى الشجرة ولا يعرف كيف كيف النزول اسرائيل او الرئيس الوزرائي الاسرائيلي دخل الحرب في غزة على امل او تحت شعار او هدف معلن وهو القضاء على حماس استداد الاسر الحقيقة ان الادارة الامريكية والداخل الاسرائيلي يعلم ان القضاء على حماس بشكل نهائي حل غير وارد اصلي فبالتالي تم تعديل الهدف للقضاء على قدرة حماس على المجل ولا تتوقع في ظل هذه الظروف الموافقة على طلب فلسطين في ظل هذه الظروف اتصور ان الامر يعني سيكون محفوظ بمزيد من الصعوب يعني هعيد كلمات ضيفي الكريم ان هيمنة الولايات المتحدة على الامم المتحدة يعني ينفي غرض وجودها بشكر ضيفي الكريم استاذ حسام سعداوي نائب رئيس تحرير روزة يوسف شكرا جزيلا لنوجود حضرتك معنا شكرا لحضرتك وشكرا للمشاهدة بشكر فريق عمل حوار اليوم وشكرا موصول لكل من تابعنا شكرا لكم موسيقى موسيقى موسيقى